نرحب متابعينا على موقع توجيه نت فيديو اليوم سوف نخصصه لطريقة تسجيل لسلك الدباط مختلف التخصصات التي تم الإعلان عنها اليوم إذن بعد الدخول إلى تخوضو بالفي توجيه نت كما تلاحظون في الصورة إذن هنا لدينا مباريات مختلف سلك الدباط إذن الأكاديمية العسكري بيمكناز ثم ضباط المدرسة الملكية الصحة العسكرية بالريباط مباراة ضباط سلك المدرسة الملكية البحرية الدار الفيضاء مباراة ضباط المدرسة الملكية الجوية لغا بمراكش ثم كذلك بنفس الطريقة سوف نرى طريقة تسجيل بمباراية التنويات العسكرية الخاصة بالجدوع المشتركة من أجل ولوج السنة الأولى بكل من التنوية الملكية العسكرية بيمكناز والتنوية الملكية الإعدادية للتقنيات الجوية بمراكش إذن هذه المباراية كلها آخر أجل للترشيح لها وهو 21 مايه 2022 كما تلاحظون أمامكم إذن سوف نأخذ مثال بنفس الطريقة لجميع المبارايات إذن هنا سوف نأخذ مثلا مباراة ولوج الأكاديمي العسكر بيمكناز الأكاديمي روايا الميليتر إذن كما تلاحظون الترشيح يتم فقط عبر الانترنت وآخر أجل هو 21 مايه 2022 إذن ننصح أولا بالإطلاع على الشروط خاصة النوع الباكرورية المطلوبة فهذه الأمور غير قابلة للتعديل وغير قابلة للتغيير أثناء تشجيل المباراية سوف نرى ذلك إذن هنا كما تلاحظون المباراة الأكاديمي العسكرية بيمكناز مفتوحة فقط باك 2022 كذلك هناك مجموعة من الشروط متعلقة بالقامة إلى غير ذلك إذن هنا الإعلان بالفرنسية والإعلان بالعربية إذن الذي يومنا بعد الدخول إلى موقع تسجيل كما تلاحظون إذن هنا مباشرة سوف ننشئ حساب إذن هذه المعلومات كما تلاحظون فهي سهلة فقط تجيبوا التركيز والانتباه إذن هنا لدينا لنم لنم بالعربية والفرنسية جنس كذلك لدينا باقي المعلومات اسم الأب والأم كذلك لدينا تاريخ الازدياد ورقم الهاتف رقم بطاقة تعريف الوطنية إذن هذه المعلومات نعتقد كلها واضحة وسهلة بالنسبة لإدخال المعلومات بالعربية يجب استعمال لوحة المفاتيح كما تلاحظون التي يقترح علينا الموقع سوف نجد صعوبة بالكتاب العربي مباشرة في حين بالنسبة لكتابة بالفرنسية فيمكن استعمال لوحة مفاتيح الهاتف أو لوحة مفاتيح الحاسوب فهي تفي بالغرض إذن هنا ندخل هذه المعلومات كما تلاحظون في الصورة هنا اليميل يجب التأكد جيد من اليميل كتابته على جيميل أو ليهو كما تلاحظون إذن بعد إتمام كافة المعلومات رقم الهاتف باختيار كلمة المرور من موضبس كما ترغبون يجب أن تذكرها ثم هنا كذلك نختار هل نحن جنسية مغربية سهلا واللغة الأجنبية الثانية سنة الباك من طبيعة الحال هل نحن باك أنكوغ أم حاصلنا على الباكالوريا أم تلاميذ الجدع المشترك بالنسبة للتلاميذ الذين سوف يختاروا التنويات العسكري بكل من كناس ومراكش إذن هنا هذه المعلومات من طبيعة الحال كلها سهلة هنا رقم ما صار ثم هنا كإتابة الكود وهنا نؤشر على هذه الخانات ثم نضغط على Envoy من أتتوا هذه الرسالة فهناك أخطاء يجب تصحيحها إذن يجب الرجوع وبعد ذلك نتمم إذن في حالة كانت المعلومات على ما يرام من طبيعة الحال سوف تأتينا هذه الرسالة Votre compte a été activé إذن هنا سوف ندخل مبارسة مبارسة إما connection كما تلاحظون كونت وإدخال ثم إعادة كتابة كلمة المورو التي اخترنا سابقا ثم تضغط على كما تلاحظون إذن هنا سوف نأخذ مبارسة من مكان كما تلاحظون ثم سوف نبدأ بتلميذ السنة الثانية باكرو لنختار سلك سوف نبدأ بأكاديمي بأكاديمية العسكري من كناس كما تلاحظون ثم هنا تأتي هذه الصفحة نضغط على لتفتح ثم نضغط على ثم نتابع إذن هنا يجب الانتباه بعد فتح هذه الصفحة إذن أهم شيء لهذه المباراة داخل كل مدرسة يجب يتم اختيار فقط تخصص واحد ولا يمكن تجاوزه إذن مثلا كتذكير فقط بالنسبة لأكاديمي العسكري هناك ثلاث تخصصات بالنسبة للعلميين يتم الترجح لأحدى هذه الشعب الثلاثة في حين بالنسبة للأدبيين وعلم الاقتصاد فهناك فقط جوريديك وهناك طبعاً يجبوا معرفة هذه الأمور إذن بعد اختيار الشعب التي ترغبون وما أشرنا لكم الحق في شعبة واحدة فقط إذن نؤشر عليها ثم الضغط على شوزير وتأتي هذه الرسالة كما تلاحظون لنجد هذه الرسالة تمت إضافة اختيار طبعاً تخصص الأكاديمي العسكري لاختيارتنا في حالة مثلاً محاولة إضافة تخصص آخر بنفس المؤسسة الأكاديمية كما تلاحظون إذن نضغط على انسكريبسيون أوكي ثم نختار الشوزير إذن تأتي هذه الرسالة تخبروننا بفيننا سبقاً ونتسجلنا وزيت ديجا انسكري إذن لا يمكننا إضافة اختيار تاني بل يتم اختيار فقط تخصص واحد داخل كل مدرسة إذن لمن أراد مثلاً إضافة كذلك المدرسة المالكية الجوية إن تسمح له البكالورية مثلاً البكالورية علوم فيزيائية أو علوم رياضية إذن كونكور ثم 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 نختار إما سلك الإجازة أو سلك إذن ننصح بداية بالطلاع على إعلان المباراة الذي نشرنا في موقع توجينات لمعرفة أنواع البكالور التي تقبلها كل تخصص إذن بعد اختيار ما يلزم إذن نتغط على شوزير ثم بعد ذلك تأتي هذه الرسالة تخبرونا بأنه قد تمت إضافة تخصص لاختيارتنا كما تلاحظون في هذه الخلاصة نفس الشيء دائماً من كونكورس يمكن إضافة أو الصحة العسكالية وهكذا بنفس الطريقة إذن كما أشرنا داخل كل مؤسسية مختيار فقط تخصص واحد طبعة الحال بالنسبة للجدوع المشتركة بنفس الطريقة نختار كونكور لليسات دي فورس أرمين وايال ثم تتياد الرسالة بعد ذلك نختار انسكريبسيون حسب المؤسسات التي يختاروا علينا الموقع ثم نختار بنفس الطريقة التي أشرنا إليها سابقاً شوزير وهكذا وهكذا تنتهي عملية ترشيح من طبيعة الحال وهنا يجب تتبع هذا الحساب في وقت لاحق خلال يوليوز من طبيعة الحال بعد صدور نتائج الفاكرورية الضولة العادية سوف يتم إخباركم والتعامل معكم عبر هذا الموقع وكذلك عبر الإيميل الذي تسجلتم به وكذلك رقم الهاتف استعملتم أثناء التسجيل إذن وبذلك تنتهي عملية ترشيح عبر الانترنت إذن لا تنسوا مشاركة الفيديو بين أصدقائكم مع تحيات فريق موقع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته